السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوة الكرام هذا الموضوع يعني من أفضل الموضوعات إن لم يكن هو الأفضل في القناة هذه المعلومة معلومة دينية كلنا نحتاجها العنوان أطلب ما تريدون بهذه الآية يعني هذه الآية أطلب بها ما أريد نعم إن كنت مكروبا وتريد الفرج اقرأ هذه الآية بنية الفرج إن كنت مديونا وتريد سداد هذا الدين اقرأ هذه الآية بنية سداد الدين وعلى هذا فقس يعني في أي شيء الدليل الحديث من حديث أبي بن كعب والحديث سنده صحيح بفضل الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر اللي هو أبي بن كعب أتدري أي آية أعظم معك في كتاب الله كن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتدري أي آية أعظم إذن هو حكم على أنها أعظم آية في القرآن وحينما يقول له أتدري أي آية أعظم معك يعني معك يعني هذه الكلمة تدل على أن هذا الصحبي يحفظ القرآن كاملا وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل بهذه الصيغة أتدري أي آية أعظم معك في كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يخلي أبي بن كعبي جاود هو عاوز يجاود لكن أبي في المرة الأولى لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم أنا معرفش يا رسول الله أنا حافظ القرآن لكن أنا معرفش الآية ديفين فأعاد عليه السؤال مرة أخرى أتدري أي آية أعظم معك في كتاب الله قال الله ورسوله أعلم فلما عاد عليه السؤال للمرة الثالثة فهم أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يجاوب وبالفعل أجاوب أبي بن كعب أجاب وأجاد يعني جاوب صح إلا حصل قال يا رسول الله أتقصد قول الله تبارك تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي مشهورة قال نعم هي يا أبي فهذه أعظم آية في القرآن الكريم اطلبوا الفرج بهذه الآية اطلبوا ما تريدون بهذه الآية وكن على ثقة تام ويقين تام أنك لو قرأت هذه الآية بهذه النية وكنت عازما مخلصا لله تبارك وتعالى سوف يعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته